اشتركوا في القناة وانا قلت لكم بان اسانيد المغاربة تمروا عبر المنجرة ثم تنتقل الى ابن القادي ثم تصل ابن غازي فتيمنا بهذا الشيخ الفاضل الذي له مؤلفات وقد اعطاء حسنا في التدريس وفي التأليف وفي العمل من اجل تبليغ هذه الرسالة فاقتداء به الشيخ السحابي اسس هذا المعهد له معهد ابن القادي والشيخ السحابي بالمناسبة هو قد كرم من طرف جلالة الملك محمد السادس فاستقبله في احدى رمضانات السابقة ثم ايضا الشيخ محمد السحابي هو استاذ بمعهد محمد السادس للقراءات القرآنية وهو حافظ مجد ومثقن وبارك الله في عمله أنا أعرف الشيخ السحابي كما نقدم اول شاهدة في حقه عرفه منذ سنة 71-72 الذي لا تعرفونه عن هذا الرجل أنه كريم أنا أتذكر وأنا طالب وتعرف أن الطالب في المرحلة هذه الإعداد والابتدائي والفقر في حاجة إلى أقل شيء كان إذا كانت عنده ثمرة أقتسمها معك إذا عندك ثمرة ممكن شاهدة أحده واللي تخبى يقسم معك هذه الثمرة كم مرة فعلى ذلك معنا السحابي أيضا الذي لا تعرفونه عنك عندما كان طالبا معنا قبل أن يصبح شيخا موقرا في القراءات والعلم القرآن كان قد اشترى مجموعة العقاد وهذا من محبي الشيخ عباس محمود العقاد وكنا ندارسها ليلة مهى ونبقى نناقش حتى الواحدة ليلا أو ما يعادلها وهو يذكر ذلك وأيضا لا يفتر عن قراءات القرآن والقراءة الشيخ الغرور هو سيحدثنا لأن هذا حافظ مثل ما يحبط السحابي في القراءات ودرس معه وبجواره إن شاء الله سيلقى الكلمة إذن الشيخ السحابي أيضا عنده ميزة أخرى احنا عندنا كيقولون المغاربة صنعة دي الأتي لغدرياتي دي السحرة المغربية أو سحراوة المغربية شي سحابي الله سيدك شكال ذاتي قد لا تشبع من الشي الذي صنعه حق هذا أنا أقول لأنني أعرفه ولكن مع ذلك لأن المغربية في غير مستعد نصنع الشي سافي الشغالة بالقراءات ويتناس الأمر وبداياته بالمناسبة الشيخ السحابي هو مشي شخص لا ولا الربار بدأ الناس يحجون إليه من الجزائر وتونس وناء أزوره كثيرا طلاب ليأخذوا السند عنه ومن السعودية والكويت والإمارات بل من هولندا جاء هولنبي يقرأ الشيخ السحابي ليتدعلم القرآن عنه والقراءات فأين نحن؟ ماذا نفعل؟ نتكاسب إذن ليه يزود الله بعبد القرآن الكريم يأخذ رواية اثنين قراءة ثلاث أربع ويصبح هو شيخ ويلقين لأن العلم بالتبليغ وليس بالاستظهار والشيخ السحابي بارك الله في عموره فعلا قد أسدى خدمة لأهل القرآن بتوفيق الله عز وجل الله وفضله أنا كنت أتمنى أن الأخي حيا بغيت الأرقام ديال المؤسسة السحابي أنا أعرفه هو طالب معنا وكان يقرأ عليه القرآن في بلد زعيف يأتي للدرس معنا مساءً ويذهب لتدوز ديالواع قررشي واحد السبع قبل أن ينشئ المعهد سنة ستة وسبعين وهو سهره أعتقد مصطفى بالعيش الآن أنا أقول لكم الأرقام الآن هين هذه السنة قد احتفلنا بالشيخ السحابي بالقرآة حوالي أربع تلامير حافظوا القرآة السبع وعرضوا على الشيخ أمامنا بعض الصور من الختم وأجيزوا في القرآة السبع بعضهم يقرأ العشر لأننا عندنا مصطلح مغربي بدأ نقول لا يعرفه الناس كنقولوا حافظ للعشر وكين حافظ للعشرين فالمقصد بعد مصطلح ديال العشر أو العشرين القرآة العشرة إن شاء الله سيختم لنا السغرور من بعد بقرآة أعتقد هؤلاء القرآة العشرة هما ثلاثة زائد سبع لكن عندنا في المغرب هذه قرآة كادت يعني كما قال السادي السعر عبد الله ممولوش تنضطير لكن أصبحت شبه مفقودة السحابين من الذين حافظوا على قرآة إمام نافع ويأتي إليه المشارقة لأنهم يفتقدون هذه القرآة ولم تبقى مروية عندهم لأخذ سنده والتتلمد عليه وأنا حضرته أحد الإخوة يأتي من أبها وهو أستاذ جامعي ختمه على سي السحابي سنوات وهو يأتي يحيى الفيفي عدة خدمات بالإفراد ويريد أن يقرأ إفرادا وبش تقرأ إفراد القرآة العاشرة الصغرى والعاشرة الكبرى يعني تحتاج إلى وقت ولكن تبارك الله إلى ذرش أنه كان يرهق الشيخ السحابي عندما يأتي يقولوا السحابين السريحين يقولوا يا أستاذ زيد يا شيخ أنا أريد أن أسافر والسحابي صابرا محتسبا والله عز وجل هو الذي يشاهده يعطي الكلمة شهادة في حق الشيخ السحابي للشيخ غرور وهو من الحفاظ للقرآة السر وأنا أقولوا يستدغروا بالمناسبة الإخوة في معهد من قاد يطلبوه يجي درس معهم القرآة ولكن شغالته أمواله وأولاده أو ارتباطه بالمكان هذه السحابي أقدر يقول فيها تكلم فليت فطر في شهادة النوزة من السحابي فطر إن الحديث عن هذين العالمين المفردين حديث دو شجون فالنفس إليه أواقه والأذن لسماعه مشتاقة يتعلق الأمر بالشيخين الجليلين محمد بن شريف السحابي الزعري والشيخ موسى الحمدي الدكالي الشيخ السحابي فقد تعرفت عليه منذ 1960 هو صديق حميم يضمن لي من معان يوده الإخاء وسلامة الصدر بدون انتهاء عاشرته طويلة ورافقته كثيرا ودرست معه كثيرا وكنت أعيش معه جنبا إلى جنب سنوات ليست بليسيرة نستفيد منه كثيرا ونتبادل معه المعارف وأشاركه في قراءة بعض التصانف فلا أرى من صفحة وجهي إلا بشاشة ومن طرف لسانه إلا حلاوة فهو بادئ الحركة هالي والطبع دائم البشر والسعادة منشفر والصدري صاحب الطرفة والدعانة وكلما رأيته وكلما رأيته ارتاح باني واستقر ضميري وحالي فأجد فيه الأب الرؤوف والأم الحانون العطوف فيوادل بالسلام بتغره البسام الشيخ محمد السحبي هو بمثابة حديقة القراء نستنشق هواءها ونتنس معبرها ونأكل من ثمارها اليانعة ونقططف من فواكهها الدانية إنها كناية عن ما نستفيده من علومه الغزرة الشيخ محمد السحبي هو جامعة ينهل من معينها الدارس ويكرع من معينها الباحثون ويتخرج منها المجازون الشيخ محمد السحبي وهب حياته لفدمة كتاب الله عز وجل حفظاً وتحفظاً وقراءة وتجويدا جمعاً وإرذافاً وإفرادا بجميع قراءات السبع والعشر والطروق النافعة وكانت له ثلاث لوحات خشبية اللوحة الأولى تخصصها لقراءات السبع والثانية لحفظ موتور القراءات والثالثة لحفظ كتاب موطن الإمام عليه الشيخ محمد السحبي كان لا يفطر عن تلاوات القراءات السبع وهو إذا يتقن القراءات العشر من طريقين الشاطمية والدرة بالإضافة إلى الطرق العشر النافعية فله رياد الطول فيها والكعب المعلن في طروقها فقد هضمها وشرحها وبيَّن غوامضها وهو الآن يقرئها بمدرسة بن القاضي جمعية أبي شعي الدكالي بمدينة السلاة وقد أجاز بها غير واحد من داخل المغرب وخارجين صلى الله عليه وسوكنا العمال الصالح وإنس عام السميع ورحمة الله وبركاته وما أدكته فهو إلا قطرة من مطرة ومجة من نجاة وغيظون من فير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذن نعطي الكلمة للشيخ السحبي ليقول كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصفه أولاً نشكر الإخوة الذين لهم يعني هذه المجلس الذي كانوا سبباً فيه وكذلك نشكرهم على اهتمامهم بأهل القرآن وبالقرآن الكريم خصوصاً في هذه المنطقة في هذه القبائل القبائل الدكالة المعروفة تاريخياً بالقرآن وبالعلم وبالفقه وبمدارس القراءات فهي بلدٌ يعني أصيلٌ في هذا العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى المجدد لهذه البلاد ما يعني ضعف منها نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الإخوة القائمين على هذا الحفل أن ينهضوا من جديد وأن يجددوا حتى يدخلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبعثوا على كل رأس مئة سنة من يجددوا لهذه الأمة دينها أو أمر دينها كما أخرجوا أبو داود النساء وغيرهما أولا نشكر يعني الإخوة المجلس العلمي والسعى الله شاكر والأساتذة سيد حسان وغيرهم ورجال السلطة الذين هيأوا هذا المكان كلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وهذا المجلس القرآن في موازين حسناتهم ونسأل الله أن لهم المزيد والتوفيق والسداد ونسأل الله تعالى أن يرحم صيوخنا وعلماءنا وصلاح هذه الأرض وعلمائها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء سبحانه ربك رب العزة عما يصبه والسلام على المصال عندنا الهدي الأولى للشيخ محمد السحبي بن شريف السحبي يقدم ألاه رئيس مجلس علمي المحلي بمدينة الجدد أولا كلية الأداب والعلم الإنسانية أهدت لشريخين معا المؤلفات والإصدارات للكلية الأداب وكي إن أخ اشترى لهما جلبابا على قدر طاقته واستطاعته لا يريد لا ذكر اسمه ولا صفته فهو غائب حاضر تانينا نقدم كتيبات من إصداراتي للشيخين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة